الطفل بقى بحسب عمره المفروض ينام قد ايه؟ يبدأ عنوانا الأول في هذا الجزء معدلات النوم بحسب عمر الطفل الأطفال حديثي الولادة هنبدأ من بدري قوي حديثي الولادة دول يعني بنتكلم على أول شهرين من العمر الأطفال حديثي الولادة بيناموا 17 ساعة على مدار اليوم 17 ساعة من ايه؟ من الـ 24 ساعة هتقول ليه لأ ده بيصعد أقول لكم وهو مش بيناموا فترات طويلة متصلة بس لما نقعد نحسب الفترات اللي هم نايمين فيها من الـ 24 ساعة بيوصل المعدل لـ 17 ساعة دي نقطة مهمة جدا طيب فوق سن الشهرين من شهرين لـ 4 شهور ساعات النوم تجميعة فترات النوم على مدار اليوم بيكون 15 ساعة زي ما قلتلكم على مدار اليوم عند 6 شهور المعدل بيوصل لـ 14 ساعة على مدار اليوم في عمر 9 شهور 9 شهور يعني قربنا هون بقى من السنة الأولى من نهاية السنة الأولى يعني بيوصل معدلات النوم لـ 13 ساعة على مدار اليوم طيب عند عمر سنة من 10 إلى 12 ساعة على مدار اليوم ده عند عمر سنة وزي ما قلتلكم بكرر تاني ده حساب فترات النوم على مدار اليوم ده عند عمر سنة من عمر السنتين يعني ما بين سنة وسنتين ده دفس المعدل من عمر السنتين ونص إلى 3 سنين بيكون المعدل من 8 إلى 9 ساعات متوصلة بالليل متوصلة بالليل زي ما قلتلكم دي اللي هي مثلا لو بنعمل بوتي تريننج أو حاجة زي كده اللي هو التدريب على التحكم بنصحيه بس إنه هو يقعده بتقدم موضوع تاني إنما لو هو مش في المرحلة دي أو تجاوزها خلاص اتعلم ممكن ينام الفترة دي اللي هي من 8 إلى 9 ساعات متوصلة بالليل وبينام من ساعة إلى ساعتين في منتصف اليوم في حال النوم ليه؟ لأن في أطفال ما بتنامش الضهر خلاص يعني هما في أطفال بتنام وفي أطفال ما بتنامش بعد عمر 3 سنوات بيكون نفس المعدل تقريبا اللي هو من 8 إلى 9 ساعات ليلا خلاص وساعة إلى ساعتين في فترات الظهيرة مع احتمالات أكبر لاختفاء فترات نوم الظهيرة يعني فوق سن 3 سنين تلاو الطفل ما بينامش الضهر في أطفال هتنام بس ده بيبقى مرتبط بقى بمجهود معين بيبزلوا في فترات النهار خلاص ده كان معدلات النوم ترجمة نانسي قنقر